إخواني وأخواتي وزور موقع مدرستك مرحبا بكم في هذا الفيديو السريع جدا وهو كرد على الزوبة التي نراها الآن على الأنترنت والمعلومات المغلوطة والعديد من الأشياء التي ربما وإن دلت فانتدل على جهل رهيب يعني بما يقع أو بالتكنولوجيا عامة ولهذا سننتهز هذه الفرصة كيف فقط نوضحها لك الأمور لأننا نعرف أن أغلب الأشخاص على الأنترنت يريدون انتهاز الفرصة لكي يقوموا بجنب بعض دولارات من الأدسنس ويعطوناك معلومات خاطئة حتى تقوم بالدخول والنقر إلى آخر إذا كنت فإلا أن تبحث عن المعلومة الصحيحة عن ما وقع في الفيسبوك فما عليك إلا أن تشاهد هذا الفيديو إلى الآخر ولا تنسانا بدعوة صالحة طبعا أنت أخي الآن وحتى ندخل في صلب الموضوع سأحاول تسهيل هذا الفيديو إلى أبسط حد الأنترنت كيف تشتغل؟ أنت الآن بالمنزل لديك حاسوب وهو الذي الآن تشاهدني منه وذلك الحاسوب غالبا يكون مرتبط مع سويتش ومع الراوتر وهنا توجد شركة ISP يعني الشركة التي تعطيك الأنترنت فهي تقوم بإرسال أو إعطائك الأنترنت من هذا الكابل الذي تقوم بإدخاله إلى المنزل وربطه مع الراوتر الخاص بك ثم ربط الحاسوب والخروج على الأنترنت حسن جدا ستقول لي يا أخ زوير أنا ليس لدي جهازين في المنزل لدي فقط جهاز واحد سأقول لك حسن جدا أنت في المنزل غالبا ما يكون لديك جهاز بهذا الشكل ويسمى بالراوتر هذا الجهاز ما هو إلا دمج للسويتش والراوتر حسن جدا دمج للسويتش والراوتر ونقوم بربطه مرة أخرى مع ماذا مع مزودنا بالأنترنت أو شركة المزودة بالأنترنت تسمى بالISP أو Internet Service Provider هذه الISP هنا هي التي تعطيك الأنترنت حسن جدا الآن أخي وأختي ما أريد منك أن تفهمه من كل هذه الأشياء التي قلناها أنه شبكتك أنت تتكون من ماذا من حاسوب حسن جدا من راوتر ومن الISP كذلك مثلا نفترض أنا زهير في هذه المدينة مثلا USA أريد أن أتكلم معك أنت في المغرب حسن جدا أنت الآن في هذا المكان اسمك مثلا أحمد أو خالد أو إلى آخره أنت أحمد سيكون لديك نفس الشيء في المنزل سيكون لديك راوتر وستحتاج إلى ISP المزود بالأنترنت طبعا لا يمكنك الخروج على الأنترنت إلا إذا كان لديك شخص يزودك بالأنترنت وفي أغلب الأحيان تكون إما اتصالات المغرب أو اتصالات مصر أو اتصالات تونس أو أي دولة المهم يكون هناك ISP الذي هو المزود بالأنترنت حسن جدا إذن ماذا استفدنا من هذا الفيديو استفدنا أنه حتى أقوم بالاتصال بالأنترنت فأنا أحتاج إلى حاسوب أحتاج إلى الراوتر وأحتاج إلى ISP وكذلك أي شخص في العالم أي شخص في العالم سيحتاج إلى هذه ثلاث أشياء وهي الPC أو الحاسوب الراوتر والمزود الخاص بالأنترنت الآن أخي ستقول لي هل يمكنك أن تفصل لنا أكثر يزوير حتى نفهم سأقول لك حسن جدا الآن أنت هنا تتواجد أو أنا أتواجد في USA وأنت تتواجد في المغرب كيف يحدث الاتصال بيننا؟ يحدث الاتصال بيننا عن طريق الـ ISP أو مزود الأنترنت مزود الأنترنت مزود الأنترنت يكون لديهم يكون لديهم شراكة فيما بينهم يعني لا يمكن المزود الأنترنت أن يشتغل لوحده فتكون له شراكة مثلا اتصالات المغرب تكون لديها شراكة مع شركة أخرى فرنسية وفرنسية وإنجليزية تقريبا كل الشركة تكون لديهم شراكة فيما بينهم لماذا؟ ستقولون لماذا يحتاجون إلى شراكة يزهر ولماذا لا يشتغلون بأنفسهم فقط؟ سأقول لك أخي حتى يتكلم حاسوبك أنت هنا مع هذا الحاسوب فهم يحتاجون إلى شيء يسمى الـ IP-Adress أو يسمى بالإنترنت بروتوكول IP-Adress الآن مزود الأنترنت يكون لديه لائحة كبيرة من هذه الـ IP يعني الـ IP الخاص بك والـ IP الخاص بك والـ IP الخاص بأي شخص آخر يعني أنت عندما تريد مثلا نفترض جاء شخص جديد شاهد هذا الفيديو ويريد الحصول على الأنترنت من نفس الشركة نسميها مثلا شركة القعقاع حسن جدا شركة القعقاع ابن جندة إذن شركة القعقاع هي مزود للأنترنت هي مزود للأنترنت حسن جدا الآن أنا شخص اسمي مثلا زياد مثلا زياد زياد يريد أن يحصل على الأنترنت ماذا يفعل زياد؟ سيذهب إلى الشركة ويقول لهم أريد منكم أن تعطيني الأنترنت فهل في رأيك هم يعطونه يعني الأنترنت على شكل يعني مثلا مشروب أو على شكل أكل؟ لا هم يعطونك فقط ورقة ورقة مكتوب فيها ال-IP Address الذي سوف تستعمله وهذا يسمى IP Address Static في أغلب الأحيان هم يعطونك فقط جهاز وذلك الجهاز يكون مبرمج حتى يحصل على IP من الشركة عن طريق ال-DHCP أو عن طريق يعني أوتوماتيكيا يعني أنت عندما يعطونك ال-IP فهناك حالتين إما يعطونه لك Static وهو مكتوب في ورقة أو يعطونك جهاز جهاز الذي هو قلناه هو هذا الجهاز هنا يعطونك هذا الجهاز وأنت فقط ما عليك إلا أن تقوم مرة أخرى بشراء الحاسوب وربطه بهذا الجهاز الذي أعطاه لك وبعدها ستتصل مباشرة بالأنترنت حسن جدا ستقول لي أخذوه هل يمكنك أن تفصل أكثر أو تشرح لنا ما هي الأشياء التي تريد مننا أن نفهمها سأقول لك ألاحظ معي في هذه الرسوميات حسن جدا لدينا حاسوب هنا هو حاسوبك أنت قلنا أنه أنت في المغرب ماروكو وأنا في USA حسن جدا الآن الشركة هي عبارة عن هذا الشكل عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة من الراوترات التي بها IP Addresses ما هو الـ IP Address يا زوهر؟ لم نفهم الـ IP Address كما قلنا في الفيديو السابق هو الـ IP الذي يكون لدي حاسوبك حتى يستطيع التكلم مع بعضهم البعض هو مثله مثل رقم الهاتف أنت عندما تريد الاتصال بشخص آخر فأنت تقوم بالرن عليه باستعمال رقم الهاتف كذلك الحاسوب الحاسوب يستعمل فقط الـ IP Address وكذلك يسمى Internet Protocol وعندما أنت تذهب إلى الشركة قلنا أن الشركة ماذا تفعل؟ تعطيك حسن جدا تعطيك فقط IP Address واحد الذي هو عبارة عن رقم هاتف ستقول لي وأين يحجزون هذه الأرقام يزوهر؟ أين يقومون بحفظ هذه الأرقام؟ كيف يتذكرونها؟ سأقول لك هذه الأرقام موجودة في شيء يسمى بـ Routing Table ماذا تعني الـ Routing Table؟ الـ Routing Table تعني مجموعة من الـ IP يعني مثلا لنفترض زهير يريد التكلم مع خاليد في المغرب فهذه الـ Routing Table تقول هذا الـ IP مثلا نسميه مثلا واحد 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 وهذا الـ IP هنا اثنان 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 فمثلا هذا الـ IP هنا يكون محجوز لدى الـ ISP لأنه هي التي الشهية الشركة التي أعطته لك قلنا نحن أنه عندما تريد مثلا شراء الـ Internet فأنت تذهب وتطلب الـ Internet فهم يعطونك إما جهاز أو يعطونك IP حسنا جدا هذا الـ IP يكون في هذه اللائحة يكون هنا، مثلا واحد 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 يكون هنا واحد 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 وهنا في هذه اللائحة يكون اثنان 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 الذي هو الـ IP الخاص بهذا الجهاز هنا حسنا جدا الآن إذا أردت أن تتكلم معي أنا في أمريكا ماذا يحصل؟ ماذا يحصل يا أخي وأختي يحصل شيء اسمه ستقول لي أخذه الكلمة جميلة جدا لما نفهم معنى الروتين سأشرحها لك الآن الروتين يا صديقي وهو أنه أنت الإي بي الخاص بك يذهب إلى الروتر مثلا أنت تريد أن تكتب لي هلو هلو يا زهير هلو يا زهير حسن جدا ستقول لي هلو زهير ستكتبها في الكيبورد سيقوم الحاسوب بإرسالها إلى الروتر الروتر يقوم بإرسالها إلى الاس بي الخاص به الذي قمت بشير الانترنت منه مثلا اتصالات المغرب حسن جدا اتصالات المغرب هذا الجهاز هنا يسمى الروتر كذلك لديهم راوتر هذا الروتر يسمى بالبيزنس راوتر أو انتربرايس معناه معناه يختلف عن هذا الروتر الذي يوجد هنا هذا الروتر غالبا ما يكون بحجم كبير ويكون ضاهد الثامن وكذلك يمكنه الشغال لسنوات بدون توقف أما هذا إذا قمت بتشغيله مثلا عشر سنوات فسوف تجد أنه قد حرق حسن جدا اذا قلنا أنه الاس بي تعطيك اي بي الذي يكون محجوز عندهم في الروتر حسن مرة أخرى ماذا جدا اذا هذا الروتر هنا يكون به تكون به لائحة لائحات اي بيات وهذه اللائحات تكون مكتوب أمامها الاي بي الخاص بجهازك والاسم مثلا نقول الاسم اسمك أنت يكون أحمد حتى يعرفون من هو صاحب هذا الاي بي في هذا الروتر طبعا لا يوجد الاسم ولكن أنا فقط أختصر لك أما الاي بي فهو يوجد لأن هنا اسمه الروتين تايبل الآن حتى أصل أنا إلى USA زهير أريد أن أرسل له كلمتها هلو زهير فالاي سبي الخاص بي قلنا لديه شركة مع آي سبي آخر أو شركة أخرى تسمى مثلا شركة شركة انترنت السريعة لا أعرف الأسماء شركة ولكن نعطيها أي اسم مثلا هذه الشركة هنا فهذه الشركة تختلف عن هذه الشركة ولكن ما الذي يكون مشترك بينهم هو لائحة الاي بيات لائحة العناوين مثلا أنا عندما هذا الاي بي يريد التكلم مع USA فهو في رأيك من هو المرسل إليه المرسل إليه وهو 1-1-1-1 أي يعني واحد 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 فهو يضعها في ذلك الطرد البريدي الذي فيه كلمة هالو يا زهير يقول مثلا أنا أريد أن أرسل هالو زهير لـ 1-1-1-1 اسبي هنا الذي هو طبعا الاسبي الخاص بالشركة لا يعرف هذا الاي بي هنا لا يعرفه لأنه لم يقم ببيع هذا الاي بي هذه الشركة هنا هي التي قامت ببيع هذا الاي بي لهذا المستخدم الذي قلنا أنه زياد الآن هذه الشركة تقوم بنشر بسؤال هذا الروتر هل لديك عفوا هذا الاي بي 1-1-1-1 فهو يقول نعم أنا أعرف أين يوجد ذلك الاي بي ليس لدي ولكن أعرف أن يوجد ولكن أقرب راوتر أقرب طريق لذلك الاي بي هي هذه الطريق وهذا الروتر هنا يسأل هذا الروتر هل تعرف أين يوجد 1-1-1-1 أو 1-1-1 يقول له نعم أعرف ليس لدي ولكن أعرف أين يتواجد فهو يتواجد في هذا الروتر هنا كذلك يسأل هذا الروتر هذا الروتر هل تعرف أين يوجد 1-1-1-1 يقول له نعم إنه لدي في اللائحة لدي في اللائحة لأنني قمت ببيعه لزياد وأنا أعرف أن زياد هو صاحب هذا الاي بي إذن ماذا سأفعل سأقوم بإرسالها إلى هذا الروتر وهنا ستصلني كلمة هلو يا زهير لأنك أرسلتها لي من هنا هلو يا زهير وسأقول لك هلو يا أحمد حسن جدا الآن ستقول لي أخ زهير أنت شرحت لنا فقط الشركة ولكن كيف يمكن لأي دولة مع دولة أخرى أن تتكلم سأشرح لك حسن جدا هنا قلنا أنه الشركة الشركة الـ ISP يجب أن تتواجد في نفس الدولة فهمت الآن يعني نفس الدولة يعني هذه الشركة مثلا في الرباط وهذه الشركة مثلا في طانجة أو في نفس مثلا الريجن قد تكون مثلا في الرباط وهذه قد تكون مثلا في إسبانيا ولكن ليست بعيدة جدا يجب أن تكون المسافة قريبة هنا يأتي دور البي جي بي حسن جدا ستقول لي ما هو البي جي بي يا أخ زهير سأقول لك حتى أولا 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 حتى يعني لا أتسرع بين هذين بين البي جي بي والمعلومات التي شرحتها هنا سأشرح لك أشياء هنا طبعا هذا البي جي بي ليس شرح سهل يعني ليس سريع بهذه السؤال لكن أحاول أن أبسطه لك بشكل مبسط جدا قلنا أنه عندما يريد الوصول أحمد إلى زهير فهو يقوم بالسؤال عن أين يتواجد واحد 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 في رأيك ما هي الخاصية أو ما هي الأدوات التي يستعملها هذا الروتر حتى يتكلم مع هذا الروتر وهذا الروتر حتى يتكلم مع هذا الروتر أو حتى هذا الروتر حتى يسأل هذا الروتر هناك شيء اسمه البروتوكول ماذا يعني بالبروتوكول وهناك بروتوكولات كثيرة التي تستعمل في الشبكات حتى تسهل على الروترات أن تتكلم مع بعضها البعض ولكن أشهرها هي في الشبكة الداخلية تسمى بالOSPF والمشكل الذي وقع لشركة الفيسبوك هو في بروتوكول بي جي بي ماذا تعني البي جي بي وقلنا أنه الOSPF يسمح للروترات أن تتكلمها مع بعضها البعض في مكان متقارب مكان متقارب يعني هذا شرح كما قلت لن نتعمق ولكن في مكان متقارب فنستعمل بروتوكول OSPF حسن جدا الآن إذا كانت هذه الشبكة هنا هذه الشبكة تتواجد مثلا في USA وهذه الشبكة تتواجد في مراكو حسن جدا كيف يمكن لهذه الUSA أن تتكلم مع شبكة أخرى في مراكو يعني هل يجب أن تذهب إلى كل الروترات الموجودة في مراكو يعني كل الروتر موجود مثلا في الدار البيضاء ووافاس وماكناس وإلى آخره حتى تبحث يعني تسأل يعني لن تصل إليك تلك الكلمة أو لن تصل إليك تلك الرسالة حتى يعني تمر عشر سنوات لهذا تم اختراع أو يوجد شيء آخر اسمه البي جي بي ما معنى البي جي بي البي جي بي لا يشغل داخل الشبكة البي جي بي هو يسمى بالبوردر جيتوي بروتوكول أو البوردر يعني البوردر هي الحدود يعني مثلا يكون راوتر كبير جدا هنا راوتر في البوردر راوتر كبير جدا ليس حجم الراوتر ولكن المعلومات التي يقوم تخزينها كبيرة جدا هذا الراوتر طبعا يكون به العديد من الـ IPات الـ IPات التي تأتي من الأمريكا والـ IPات التي تأتي من المغرب الآن في حالة ما أنا كنت أريد أن أرسل شخص متواجد في المغرب مثلا في هذه الجهة فأنا أرسله إلى هنا تذهب إلى هذا الراوتر هذا الراوتر يسأل هذا الراوتر عن طريق الـ OSPF بروتوكول فهذا الراوتر يجيب نعم فنقوم بإرسال هذه المعلومات مباشرة إلى هذا الحاسوب حسن جدا ماذا إذا كنت أريد أن أتكلم مع شخص في أمريكا فأنا أرسل هذا الـ IP إلى هذا الجهاز أرسل الرسالة إلى هذا الجهاز هذا الجهاز يكتشف أن الـ IP التي تريد الذهاب إليه لا يتوجد في هذا البلد لا يتوجد في مروكو بل هو يتوجد في USA فماذا يفعل؟ عوض أن يمر على جميع هذه الراوترات فهو يذهب مباشرة إلى البوردر جيتوي الذي يوجد في البوردر هو مثل يعني لو قلت حارس الحدود يعني إذا كنت تريد أن تتكلم مع شخص مثلا في الرباط وكنت تريد أن تتكلم مع شخص في سالة فأنت لن تحتاج إلى تذهب إلى المطار وتقوم بطبع يعني الجهاز سفر إلى آخره ولكن هنا تحتاج إلى أن تذهب إلى الـ Gateway وحتى يسمح لك الـ Gateway بالمرور تحتاج إلى رقم يسمى بالـ ES أو Autonomous System Autonomous System حسن جدا Autonomous System الخاص بشركة فيسبوك فهناك مواقع توفر هذه الخاصية هذه الخدمة ولكن الـ Autonomous الخاص بشركة فيسبوك وهو 3-2-3-4 حسن جدا والأشخاص الذين يعني يشتغلون في مجال هندسة الشبكات فقد كانوا يعني على دراية بما حصل فيمكنك الدخول على مثلا الراوتر والبحث عن الـ ES ومشاهدات إذا كان يمكنك التكلم معه لأخره وهذا ما حصل يعني أن أغلب الأشخاص شاهدوا أن هذا الـ ES تم حدفه فهمت الآن يعني الجواز السفر تم حدفه وهذا الجواز السفر به العديد من الـ IP تسمى بالـ Prefix ولكن الآن دعونا نمور الآن إلى محاربة الأمية حسن جدا يعني تقريبا 15 دقيقة وستفهم يعني جميع الأشياء التي تريد أن تفهمها ربما قد تفهم أكثر ولكن أنا أريد أحب أن أشرح لك من الأليف إلى الياء الآن قلنا أنه أنت في الرباط فهمت؟ مثلا أنت لديك حاسوب تريد أن تتكلم مع شخص قلنا أنه تذهب إلى الـ Router حسن جدا لديك الـ Router هنا وهذا الـ Router إذا كانت به المعلومات التي يبحث عليها فطبعا سيجدوها وإذا لم تكن لديه مثلا لدينا روتر آخر هنا مرتبط مع هذا الـ Router ولدينا روتر آخر مرتبط مع هذا الـ Router ولدينا روتر آخر مرتبط إلى آخره الآن حاسوبك أنت عندما ترسل مع سلو إرسال المعلومات إلى شخص توجد بنفس المدينة أو بنفس الـ Region أو نفس الولاية أو نفس البلد إلى آخره فأنت فقط تترسل معه عن طريق الـ Routerات الموجودة في ذلك البلد التي غالبا ما تكون داخل شركة الـ ISP ولكن عندما تريد مرسلة شخص آخر شخص آخر يتواجد في بلد آخر مثلا نأخذ مثال يتواجد في الـ USA فتحتاج إلى أن تذهب إلى شيء اسمه الـ BGP استعمال الـ BGP حسن جدا Border Gateway Protocol ماذا حصل لشركة فيسبوك؟ الآن ماذا حصل لشركة فيسبوك؟ بدون فلسفة حتى ننهي الفيديو في أقل من 20 دقيقة وربما ستفهم عديد من الأشياء أكثر مما كنت تتوقع شركة فيسبوك لديها Autonomous System ES قلنا أن الـ ES هو جواز الصفر حتى تمر من جهة إلى جهة أخرى يسمى بالـ Autonomous System وهو رقم الجواز الصفر الخاص بالـ Border Gateway Protocol شخص ما ليس الشخص ما شخص ما يشتغل في فيسبوك إما عن طريق الخطأ أو بشكل مقصود ولكن 99.90% كان عن طريق الخطأ قام بحدث هذا الرقم قام بحدث هذا الرقم المشكلة أن هذا الرقم ليس فقط الرقم هو المهم ما يوجد تحت ذلك الرقم مثلا ليس المهم هو جواز الصفر أو رقم جواز الصفر المهم هو الإسم ومعلومات الشخص صاحب ذلك الجواز المشكلة أن ذلك الـ ES يحتوي على العديد من الـ IPات الخاصة بالـ DNS الخاص بفيسبوك والإنستغرام والواتساب الـ DNS لن أشرح الـ DNS إخوان لأنني شرحته في فيديوهات كثيرة ولكن أحاول فقط أن أبسط لكم ماذا حصل هذه الـ DNS كلها قامة لم تعود موجودة على الأنترنت أنت الآن عندما تريد مثلا أن تكتب فيسبوك فأنت ترسل الـ IP الـ IP يرسلها إلى الـ Border Gateway والـ Border Gateway يشاهد ذلك الـ Autonomous System يشاهد الرقم ولكن يقول لا يمكنك المرور لأن هذا الرقم ليس موجود عندي في الـ Database أو قاعدة البيانات وهنا وقع المشكلة يعني أنت تريد المرور على شركة فيسبوك وشركة فيسبوك تم حذفها من الـ Internet عن طريق بروتوكول الـ BGP والآن كل ما تشاهده وهو أنه لا يتم تحميل الصفحة الخاصة بالفيسبوك يعني خلاصة القول خلاصة القول لأنني طبعا أكترت عليكم من المعلومات وهناك معلومات كثيرة وأحاول استخلاصها لأعطيكم فقط ما هو المفيد خلاصة القول يا إخوان لا يوجد هناك شيء اسمه اختراق سمعت أن العديد من الأشخاص قالوا أنه اختراق لا يوجد هناك شيء اسمه اختراق لا يوجد هناك شيء اسمه أن الـ BGP يقوم بتسريع الـ Internet سمعت كذلك هذه الجملة في مكان طبعا يعني لا يمكنني صراحة أن أجيب على كل منشور على الـ Internet لأن هناك منشورات كثيرة ولكن ما يجب أن تفهمه أخي وأختي وهو أنه موقع وأنه شخص ما عن طريق الغلط قام بحذف الـ BGP أو يعني رقم الـ BGP الذي تتواجد به تحت منه لائحة الـ DNS الخاصة بـ Facebook Instagram and WhatsApp هذا ما حصل هذا ما حصل لا يوجد لا اختراق ولا يحزنون فهمت الآن يعني أي شخص الآن تشاهده على الـ Internet يشرح ركز معه جيدا إذا يعني ذكر هذه المعلومات فركز معه إذا لم يذكر هذه المعلومات فهو يكذب ولا يعرف أصلا ما هي الأشياء التي تتكلموا عليها إلى آخره وهذا الفيديو كذلك هو مفيد لأي شخص يعني يريد أن يقوم بوضع معلومات على الـ Internet أن يقوم باستخلاص المعلومات من هذا الفيديو ووضعها للأشخاص الذين يتابعونه حتى تكون المعلومات صحيحة إذن حتى لا أطيل عليكم كان معكم زهير وأتمنى أن أكون قد أطلت عليكم طبعا 20 دقيقة أعتادرا عن ذلك ولكن الفيديو يحتاج إلى أكثر من 10 ساعات حتى تفهم يعني خصائص الـ BGP إلى آخره ولكن حاولت أن ألخص لكم الموضوع كان معكم زهير وسألقاكم إن شاء الله في فيديو قالم مع السلامة